مرحبا بكم لو اول مرة بتزوري قناتي شرفيني باشتراكك كمان فعالي الجرس ليصلك كل جديدي تصفحي القناة كما تشاء اختاري منها المناسب لك واذا عجبك الفيديو ما تنسيش باللايك وشير لكل الاصحاب وشكرا مقدما لك الانيميا نقص الحديد في الدم نقص كرات الدم الانيميا بشكل عام مشكلة بتواجه الاطفال بتواجه الكبار بتواجه الرجال بتواجه الناس كتير جدا نسبة الانيميا علوها انخفاضها دي حاجة اساسية في الجسم ان لازم مثلا انت يكون عندك نسبة الدم عندك تكون 14 او 12 بالنسبة للرجل والمرأة فدي مشكلة بنعاني منها الناس اللي هي عندها النسبة 7-8 ثانية عشرة فيه ناس عندها للأسف الثلاثة وخمسة عدوية بيتهدد حياتهم بشكل عام مشكلة الانيميا وفقرة دم مشكلة بسيطة بالنسبة للناس اللي هي عايزة تحلها ولكن مشكلة صعبة جدا بالناس اللي هي بتسمع كلامها للدكاتري همشيك على حدث شهور او همشيك على علاج معين وطبعا اللي بيمشوا على علاج كويس جدا جدا ولكن النسبة بتترفع بدرجات بسيطة جدا جدا تطلع بسرعة نملة النهادة عياجت لهم بعلاج للانيميا بشكل عام ونقص الدم من المطبخ مكون بسيط موجود ماكن مفعوله جدا هو العدس البني فيه انواع كتيرة للعدس او الوان فيه عدس اصفر وفيه عدس بني وفيه عدس تاني لكن انا عايز العدس اللي هو البني اللي هو ده اللي احنا هنجيبه وهننضافه يعني انت ممكن تغسليه وتسبيه انشاف لاما تجيبي فوطة وتمسحي كويس جدا جدا وبعد كده هتفرميه هايكون بشكل ده وهنجيب زبدية انا عايزة في الحالة دي زبادي بلدي مش عايزة زبادي اللي هي بيكون بتاريخ صلاحية علشان بيكون مفوالها مش كوي لكن من الزباد البلدي بيكون طازة ما فيهاش مواد حافظة بتكون الفيتامينات والحديد والمعدن اللي فيها اقوى طبعا بكتير من الزبادي التانية بعكس ما احنا بنسمع عن اعلانات كل ما احنا هنجيبه هو مقدور زبدية واحدة تمام ومعلقة من العدس المطحون وهنقلبهم كويس جدا جدا وهنقلبهم كويس جدا lingering تنازلت الخليط متأكلة الأoby love كل المساء وال بنصغر او اسبوع و واحد انا بس كليات ربنات لكو سأقوم بالتقال ليس على ان청os النسبة mem� better وقسمى الوصفة الحمد لله في ارتفاع كويس جدا. فعلك سريع للانيميا ونقص الحديد في الدم. اه الوصفة بتتعمل كل يوم كل يوم لمدة عشر ايام. وبعد كده طبعا بتقسم انيميا وبتوقف فيها ان شاء الله. الوصفة جميلة وطعمها مش وحش يا جماعة. اللي مش هيقدر يبلحها كده ممكن تحليها تحلالها صغيرة جدا جدا من عسل النحل الابيض او عسل النحل الطبيعة بتاعنا. يا رب بعيش في كل مريض ويا رب الوصفة اجيب معكم مفعول. ولو بيعجبك الفيديوهات بشكل عام. ما تنسوش باللايك وشيل لكل اصحاب. وكمان اشترك في القناة مع تفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفز الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.